مواد الإغاثة للمنكبين غربي حلب باتت مستهدفة حالها كحال أهالي المدينة الذين باتوا وقودا لحرب لا يعرف متى تنتهي ردود الأفعال المنددة باستهداف طيران النظام السوري لقافلة مساعدات أممية بريف حلب الغربي توالت إذ أعلنت الأمم المتحدة تعليق تحرك قوافل المساعدات التي كانت ترسلها إلى المحتاجين لها في سوريا وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية يانس لاركا إنه كإجراء أمني فوري تم تعليق تحركات القوافل الأخرى في سوريا في الوقت الحالي في انتظار مزيد من التقييم للوضع الأمني فيما كان أشار إلى أن المنظمة الدولية حصلت أخيرا على إذن من حكومة النظام لإيصال مساعداتها بدورها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قوافل مساعدات لأربع بلدات سورية ستؤجل حتى يعيد موظف اللجنة تقييم الأمن بعد هجوم دام على شاحنات إغاثة وتصاعد العنف كذلك علق فرع الهلال الأحمر السوري بإدلب نشاطاته ثلاثة أيام وسيحرم كل هذا عشرات آلاف الأسر الفقيرة والتي تقيم في مناطق المنكوبة بسوريا من مواد غذائية وأساسية للعيش كانت تقدم لهم ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه بأن يقوم النظام باستهداف مباشر لأعمال فرق الهلال الأحمر علما بأن الهلال الأحمر يقوم بأغلب أعماله بالتنسيق مع النظام وقوات المعارضة المحاولات السابقة للتواصل لاتفاق لوقف القتال وإصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا كانت قد انهارت في غضون أسابيع معايتها من الولايات المتحدة للقوات السورية بمهاجمة جماعات المعارضة والمدنيين وقالت الأمم المتحدة إن الأسد أوقف فعليا قوافل المساعدات هذا الشهر وإن الوقود على وشق النفادي في مدينة حلب المحاصرة مما يجعل نجاح اتفاق الهدنة أكثر إلحاحا الهدف الرئيسي